15 عاماً نعلى الاحتلال الأمريكي للعراق كانت كفيلة بظهور عواقب صحية وسرطانية وخيمة لهذا الغزو تفوق ما خلفته القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما موقع كاونتر بينش الأمريكي أكد ارتفاع حالات الإصابة بمرض السرطان في العراق بنسبة 600% ويقول الموقع الأمريكي أن واشنطن مسؤولة عن قصف العراق بأكثر من 970 قنبلة وصاروخ مشبع باليورانيوم المخضب حيث بدت عواقب رهيبة لهذا الاستخدام آثار هذا القصف بدت بشكل كبير في الفلوجة حيث تشير الأدلة الطبية والدراسات إلى زيادة مرتفعة في الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية والوفيات في أوساط الأطفال كما تشير الدراسات إلى أن معدلات الإصابة بسرطان الثدي زادت بنسبة عشرة أضعاف إلى جانب الزيادة الكبيرة في أورام المخ لدى الكبار لا يستهام به من التشوهات سبقوا أن جرين الدراسة في عام 2010 بيّنت أنه حوالي 144 طفل مشوه يولد من كل ألف ولاد حيث الإصابات بمرض السرطان لم تقتصر على الفلوجة بل امتدت بحسب الموقع الأمريكي إلى البصرة التي تعيش حاليا كارثة هيروشيما هي الأخرى فنحو 40% من سكانها مهددون بالإصابة بالسرطان حاليا هناك الآن أكثر من 30 ألف حالة فوصة بين الأطفال الأقل من 14 سنة 27 ألف معلومات دقيقة 27 ألف مصابون بأمراض خطيرة ورغم أقرار أمريكا باستخدامها الفسفور الأبيض لا يزال القادة الأمريكيون يتباهون بأنهم قدموا العدالة للعراق وبينما يدفن الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب ها هنا يبدو أن مأساة 158 ألف عراقي الذين تسبب بقتله لن تموت بالتقادم أو بموت المتسببين عن الاحتلال فألف المصابين بالسرطان وأجيال قادمة لا تزال مهددة هي الأخرى بذات المصير تبحث عن عدالة ضائعة من هذا العالم المتوحش الذي لم يرى من العراق إلا نفطه